الله يقطع انفاسه نقطع التريق حصار وتفجير وتهجير هذا هو الواقع الذي تعيشه قرى بلاد الواف الواقعة إلى الشمال من مديرية جبل حبشي في محافظة تعز قرى عديدة تخضع للحصار الخانق من المداخل الرئيسية لهذه المنطقة من جهة الرمادة والطريق الرئيس الواصل بين تعز والحديدة من أهمها قرى الشيخ سعيد وقشيبة والحرف والأمارخ والقحف ومولية والعنين عانينا من قطع الطريق حيث تم قطع الطريق حقنا بمنطقة الكراش قريب الرمادة وهذا أعاق وصولنا إلى المدينة وقطع تواصلنا مع المدينة لكن حال قرية تبيشعة التي لم يتمكن الإعلاميون من الوصول إليها حتى الآن هو الأكثر مأساوية فقد تم تفجير أكثر من عشرة منازل وتهجير أكثر من 115 أسرة لتضاف إلى قائمة الذين شردتهم حرب المخلوع صالح وميليشيا الحوث على تعز وحولتهم إلى لاجئين يبحثون عن المأوى والطعام فكروا بيوتنا ودمروا نحنا وقتلوا وسرنا بهذلوا نحنا خلوا نحنا نخرج من ديارنا تطوي النساء هذه الطرقات الوعرة من فجر اليوم إلى ليلة لتامين احتياجات القرى المحاصرة بما تيسر من إعانات إغاثية إنه الواقع الجديد الذي فرضه محاربون يقتلون فحسب بلا أخلاق أو ضمير الناس على بساطتهم يعرفون عدوهم الذي تسبب في صنع هذه المأساة فهذه المرأة التي أنهكتها الطريق قالت ما حاول المخلوع صالح إخفاءه وتمريره عبر الميليشيا الإمامية أروحق اشتفير الله يفرر بك على العبدالله صالح أنت ما يتبعك ما بعدك الله يقع له من العذب واللهان الله يحرق قلبه ويحرق دمه ما يتبعه ما يمجي معه ما يبع منه لم يتوقف أهالي هذه القرى عن محاولة كسر الحصار ينحتون في هذه الصخور مسارات بالغة الوعورة لتمشي عليها أقدامهم وأحيانا ليتمكنوا من الاستعانة بالحمير في نقل ما يحتاجونه من مواد إغاثية تبقيهم على قيد الحياة للوضع في هذه القرى المنكوبة بالحصار وجه آخر فقوات المخلوع صالح والحوث تمنع الأهالي حتى من دفن قتلاهم فتبقى الجثث بالعراء إلى حين جرائم الحصار والتفجير والتهجير انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني ولا تسقط بالتقادم وفقا للمنظمات الحقوقية خصوصا وأنها لا تزال ترتكب حتى الآن وتكرس وضع بلاد الوافي ضمن المناطق الأكثر تضررا من حرب الانقلابيين على الوطن